السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إذن هزتنا فاجعت زيزة اللي وقعت بلدنا الحبيبة المغرب مساء يوم الجمعة 8 سبتمبر وإكزاكت موعة 11 واربع ديال الليل أنا جاني الخبار كنت جالسة مع لي مبيحة تصلوا بيا تصلت بيا الواليدة قتلي رأى زنزل كي في المغرب أنا كنت يسحبلي غير في المدينة ديالنا مي فاجدخلت لغيزوسوسيو ودخلت لقيت بإنه زنزل ضرب المغرب كامل وبالآخص فين كانت الدربة قاضية في منطقة الحوز بالآخص منطقة مولاي إبراهيم كينا مدينة مراكش مدينة أقادير يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ومام لشال ديال هادا زنزل اللي ضرب هي سيس فرقل ومام قالو حتى ست فرقل يعني كتر من لشال اللي كان وقعش حال هادي في أقادير ولكن شكل اللي يخضى الدق بزاف هما المناطق النائية اللي عندهم البني شوية هاش يعني غير ماشية عندهم البني شوية عشوائي هادو هما اللي يخضوا الدق إذن شنو الهدف من هاد الفيديو ديالي هو الناس اللي كانوا بغين أنهم يساعدوا مساكن هاد الناس اللي زعما اللي يضطروا بزاف سيخطوا الناس اللي ماتوا والناس اللي تصابوا ضروري غادي خصو الناس بغين غادي عاونوا سيخطو حنا عارفين بإنا الجالية كوساسوال المغربية الجزائرية التونسية المسلمة بصفة عام مغيكي كوالله يستر شي حاجة ولا شي شي أزمة ولا بحلك وكارثة طبيعية إلا والمساعدات كيكونوا معند الناس كاملين إذن هاد المساعدة هادي غادي تكون عن طريق جمعية إزديو هاد الجمعية هادي اللي الدور دياله هو كتكلف كتكفل باليتامة اللي كينين في المغرب في بزاف ديال الدول إيكم بخي المغرب إذن الناس اللي بغاوا معليهم إلا يرسلوا لهاد جمعية إزديو وتفاصيل تفاصيل بالديتاي غادي نعطيه لكم بعد ما نخليكم مع هاد واحد اللي تيموانياج ديال واحد من العائلة ديالي كيسكون في مدينة أقادير وقال لي على ذاك الهالع اللي تصابوا به الناس ديال المدينة ديال أقادير ضيور جميع لمدون كلهم كيماشتوني هنا شعلة لطالي تقريبا بوماشي الليل الليل قتالي نوقت وانا كان سمع الأخبار عود ليوم صباح وشوي بلس وانا عارفة بإن الناس كلهم في العالم جوني كذلك ديميس ملكونياج ديال سيد من العائلة ديالي نخليكم كذلك مع مقطع من أخبار أخبار اللي دارو هاد دارو الصباح ديال السبت وانبعد غادي نفسر لكم اللي كان بغي يعطي مبلغ مالي أشنو خاصو يدير تبارك الله الفارح كانت هزنيت قوية وخلا مركز دياله كان في الحوز وانا وصلت لها قادير مزيان لأن كنا تسعى في الضرف وانا تبارك الله راشي عشر ديال التواني وانا رجع أرضييني صغيرت ديال الضرف وانا رجع أشار بحال شيء اللعبة كنتمشي وانا تأتي وانا مزار بحال ت publiّن النشاعد وكانت هناك قناه الطروج وانا رجعو تقف في الضرف وهم ملعات الجبالية المحارات فيها للحاجات أمس كروضي مزار أتما ذوك الناس بينين في الجبال في الوديان ودعف وذلك البناء عشوائي يعني يعني ذلك ما أرطيب الشي بني ويبط طراب والحجر وذلك شي هذوك البنائة الإقديمية يليك لا تلعصها أهلا بكم في هذه الظاهرة التي نخصصها لزلزال الحوز زلزال بقوة سبع درجات على سلم رشتر تسبب في وفاة أكثر من ثمانمائة شخص في حصيلة أولية قابلة للارتفاع إلى جانب أكثر من سبعمائة إصابة الظلزال تسبب كذلك في خسائر مادية أهلا بكم بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملاكية نشرت القوات المسلحة الملاكية بشكل مستعجل ليلة تاسع شتنبر الحالي على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز نشرت وسائل بشرية ولوجستية مهمة جوية وبرية إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني زلزال هو الأقوى الذي يهز أرض المغرب منذ قرن تسبب في حصيلة ثقيلة قابلة للارتفاع ثمانمائة وعشرون شخصا قضوا بينما جرح ستمائة واثنان وسبعون آخرون مائتان وخمسة من بينهم إصاباتهم خطيرة في الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على سلة ميرشتر وحددت بؤرته بجماعة إغيل ثمانين كيلو مترا جنوب غربي مراكش سيارات الإسعاف تتحرك صباح اليوم في كل جانب من مراكش وأثار الانهيارات التي خلفها زلزال ليلة أمس تبدو ظاهرة على البنايات هنا ثومعة سقطت بساحة جامع الفناء مخلفة ثلاثة جرحة وهذه بنايات صارت ركاما وأخرى متصدعة ساكنة مراكش وزوارها قضوا ليلة من الضعر في العراء إثر الهزة الأرضية التي ضربت إقليم الحوز إذن كما سمعتول هاد البرومية تيموانياج وآخر الأخبار في النشرة الإخبارية إكزاكتومون صباح الحاصيلة كانت ألف وربعة وثلاثين موتة وألف ومائتين جاري إذن الله يرحم جميع الموتة دينا والله يشفي الجرحة دينا والله يكون مع الناس اللي غير تصابوا بالهلع وصوحه نحدي تحدث نحن ما توقعه من قبل أن هذه النشرة وفقية كثيرة وبالتراماتيزم اللي قص هاد النس مبورة تكون المسيزم معنى الخلعة اللي غاد تكون فيهم هي البانيك وهاد البانيك تقدر تعطي الدقة دي القلب تقدر تعطي بإن الوحد كي يترعد ميقدر شينعس ميقدر ش يبقى غالس يقدر يكون عندو حتى مشكيلي في التنفس هذا هو لسندروم يجب أن يرحم جميع الموت دينا والله يشفي المصابين واللهما ثبت أراضيهم وبيوتهم بحق من يقول كن بحق من يقول لشيء كن فيكون إذن هذا بطلاع مع أن تسجر بي وربما إن دار إذن الله يحفظنا ويحفظكم جميعا غادي نرجع النقطة ديالنس اللي بغاو يديرو أن دان أنا غادي نخليلكم الرابط في البوات دو ديسكريبسيون معلكم إلا تدخلو وديرو أن فيغمان ولمود باس غادي يكون هو دان د او ان منسكول تقدر تكون لا كيسيون هي مثلا سيئزم ولا تخمبل مان ولا مثلا كاتاستروف ولا مثلا مارك ولا غيبانز غادي تكون هي دان دي او ان باش كومسا الفرقة اللي اللي زعما في هاد اس ديو اللي مكلفين باش ياخدوا لي فيغمان ميبقاوش أشاق فو يقلبوا علشنو والو مود باسا وصورتو سورتو نبغي نطمئن مثلا العائلات اللي بغا ولا اللي مغا اللي متكفلين بشي يتمال عن طريق هاد اس ديو بإننا راه جمعية اس ديو الفرقة دي الفاريق دي الجمعية اس ديو راهم سهروا لأنهم تصلوا لأن عندهم كذلك الأيتام واليتيمات من مدينة أقدير تصلوا بيهم باش ياخدوا معلومات واش لاباس واش ماشي لاباس المهم راهم على تصل بيهم دونك ربما هاد لي مغا ولا بغا بغاو يصفتو كذلك مساعدة هاد الأيتام غير اللي الدكر بإن هاد الجمعية وخاهو ما كيساعدو الأيتام ولكن حيت كينا هاد الفاجعة راه غادي قبطو ليدو هما عن طريقهم عن طريق هاد الجمعية غادي وصلو هاد المساعدات لهاد العائلات اللي وصلهم الدرار إذن الله يتبط الآجر كما كان قولوا الله يتبط الآجر والله يحفظنا ويحفظكم والله يكون مع هاد الناس وهحنا يمع الأخبار لإنه أبغا من سولون الأخبار بإنه ما زل غادي يكونوا كلك سوكوس كلك بعض الهزات أرضية ولكن غا تكون شوية خفيفة إذن راه يعني السلطات وسيدنا الله ينصروا وره ديرين اللازم ويعني كي راهو موقفين كلهم الضمنين مع هاد الناس هادو اللي وقع لهم هاد شي إذن ما نطولش عليكم والله يجعل كل شي في الميزة المقبول دونك نزيتي با أنكم تصفتوا وخال الواحد يصفت حتى غير مبلغس غير مهم لفت أنه لجزب أن الواحد رعاون اللي ما عندوش باش يعاون ولا ما قدرش بيانسور رغي الدعاء رحته ورا كافي إذن غادي نختم لفيديو ديالي كما دائما بالله وما صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة